وفي إجابته على سؤال بشأن التقارير التي تحدثت عن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين العزل في مدينة الموصل العراقية خلال العمليات العسكرية التي شهدتها وما بعد تحريرها قال العقيد ديلون إن قيادة التحالف الدولي تتحدث بشكل مستمر مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومع ضباط التحالف الموجودين على الأرض مع القوات العراقية من أجل اتقاد القرار المناسب اتجاه هذه الادعاءات والمزاعم نحن نعبر عن أية مخاوف عبر الحكومة العراقية وقيادة التحالف الدولي تتحدث إلى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشكل مستمر وضباطنا موجودون على الأرض مع القوات العراقية ولذلك لدينا صوت في الحكومة العراقية من أجل اتخاذ القرار المناسب تجاه هذه الادعاءات والمزاعم ترجمة نانسي قنقر